أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو بالأفق الأعلى ثم أدنى فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتغارونه على ما يرى ولقد رآه نسبة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المقوى إن يرشى السدرة ما يرشى ما زار البصر وما طرى لقد رآه من آيات ربه الكبرى لقد رآه من آيات ربه الكبرى أفرأيتم الآت والعزى وما آت الثالثة الأسرى ألكم الذكر والعنثى فتلك إذا قسمة طيزة إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الضن إن يتبعون إلا الضن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربه الهدى أهل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملكهم في السماوات لا تغني شفايتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسبية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الضن وإن الضن لا يغني من الحق شيئا فأعلم عن ما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فآلظ عن ما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مذنبهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساقوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة الذين يجتنبون كبائر الإذن والكواهس إن ربك واسع إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطور أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإذا راهيه الذي وفى ألا تزر وازرة وفى أخرى وأليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعي موسى فيرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المهاتى وأنه هو أرحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين إذ ذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأطنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقام نوح من قل إنهم كانوهم أظلم وأطغى وأنه أتفكت أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديد تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر